الدرس أربعة حماية الإبصار من المؤثرات المزعجة الهدف أتعرف أنماط وقاية عضو الإبصار واحد أبحث عندما يصاب أحد أفراد العائلة بمرض رمض تتخذ العائلة إجراءات اذكرها عند الإصابة بمرض الرمض أولى الإجراءات التي تتخذها العائلة في حق المصاب هي عزله عن بقية أفراد الأسرة عرضه على الطبيب في أقرب وقت متاح منعه من استخدام بعض الأشياء أو حتى مشاركتها مع البقية كاستعمال المنشفة أو لبس فيه بشقيقه حرصاً منهم على تجنب حدوث العدوى رقب سلوكك طيلة أسبوع وعمر هذه البطاقة تدريجياً الحواس سلوكات تحافظ بها على حواسك في البيت في الطريق الحواس حاسة الإبصار سلوكات تحافظ بها على حواسك في البيت عدم الجلوس المطول أمام التلفاز أو الحاسوب في الطريق استعمال نظرات شمسية وعدم التعرض لأشعة الشمس كثيراً اثنان الإشكالية جلس مروان ساعات أمام الحاسوب يمارسه ألعاباً ويبحث عن معلومات ما رأيك في سلوكه؟ إنه سلوك غير مسؤول ثلاثة أعبر أعبر عن رأيي في سلوك مروان مع التعليل ما يقوم به مروان أثناء مكوثه أمام الحاسوب فيه ضرر كبير على حسة الإبصار رغم ما في الأمر من منفعة تلقيه لمعلومات مجدية أولاً لأنه يجلس لساعات وساعات أمام الحاسوب دون اكتراف ثانياً شدة التركيز المبددة أثناء ممارسته الألعاب الإلكترونية وهذان سببان كافيان لإضعاف بصره وإحداث نوع من الصداع وحكة في الجفن أربعة أتثبت يزوركم طبيب المدرسة بصفة دولية ما هي الأعمال التي يقوم بها ولماذا؟ يحرص الطبيب أثناء زيارته المدارس على الكشف على التلاميذ بالاطمئنان على سلامة بصرهم بالدرجة الأولى وذلك لأهميته وتأثيره على الدرجات العلمية للتلميذ فكلما ضعف البصر قلت نسبة التركيز بالتالي ينتج عنه ضياع المستوى الدراسي وتبدد في علاماته الدراسية عاد أخوك مساء يوم صيف من البحر وهو يحس بحرقة في عينيه ما سبب ذلك؟ السبب الرئيسي في الإحساس بالحرقة في عيني أخي هو تعرض حسة البصر لديه إلى تسرب للمياه المالحة وعدم حرصي على تنظيفها بغسلها أذكر الحاسة المتدخلة في إنجاز الأعمال التالية التحديق في مشهد عجيب مشاهدة شريط تلفازي شراء قطعة من القماش الأعمال التحديق في مشهد عجيب الحاسة المتدخلة في إنجازها حاسة الإبصار مشاهدة شريط تلفازي حاسة الإبصار شراء قطعة من القماش حاستي الإبصار واللمس استخرج مما يلي السلوك الذي يضر بإحدى حواسك وبين كيفية تجنبه أستحم في مياه البحر أستحم في مجرى ماء وادي أستعمل من شفة أخي المصاب بالرمد السلوك الذي يضر بإحدى حواسي هو أن أستعمل من شفة أخي المصاب بالرمد ولتجنب حدوث هذا يجب عزل أشياء عنه وعدم مشاركته أغراضه الشخصية إلى حين شفائه التام 6- أعلم إن النجاح في الدراسة يتوقف إلى حد كبير على سلامة البصر فبالعينين نميز الحروف والكلمات ونحدد الأشكال الهندسية وبهما نرى الطبيعة ونشتغل على الحاسوب فلنحافظ على هذا الكنز الثمين الوقاية خير من العلاج إذن بعد الاستحمام نظف أذنيك برفق ولا تستعمل أشياء حادة ومسننة 7- تعلمت أتأمل الصور والبطاقات وأكتب نصائح تساعدني على حماية حواسي لحماية حسة الإبصار يجب الحرص على نظافتهم الدائمة عدم المكوث كثيراً أمام شاشة التلفاز والحاسوب عدم تعريض العين لأشعة الشمس الحارة والأضواء القوية مراجعة الطبيب من حين إلى آخر 8- أقيم مكتسباتي تصور أنك طبيب عيون جاءك مصاب بالرمد كيف عرفت أنه مصاب بالرمد؟ عرفت ذلك من خلال العوارض الظاهرة لديه إحمرار العين مع وجود حكة عينية شديدة تترافق مع تجمع دموع في العين ومن خلال وصفه لحالته وصعوبته في رؤية الأشياء وذلك بشعوره بوجود جسم غريب يحجب عنه الرؤية بماذا أشرت إليه؟ عدم مشاركة بقية أفراد عائلته أغراضهم الالتزام بالوصفة الطبية محاولة عدم لمس عينيه وفركهما لتجنب حصول تورم والتقاط الجراثيم 9- أسئلة للتوسع أنت تعرف أن النظر إلى أشعة غير قوية لا يضر ببصرك فهل تعرف اسم الأشعة التي تشكل خطراً على عينيك؟ نعم الأشعة التي تشكل خطراً على العينين هي الأشعة فوق قلب نفسجية ماذا تعرف عن مرض عمل ألوان؟ مرض عمل ألوان هو عبارة عن عدم القدرة على التمييز بين بعض الألوان أو كلها بينما يميزها الأخرين هو مرض شائع لكنه لا يهدد القدرة على الإبصار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر